موسيقى حديث يحمل في طياته الشكر والامتنان ويعكس ما يحمله قلب القائد تجاه الشعبي بكافة أطيافه فرؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في ارتقاء الوطن تأتي انطلاقا من المواطن المخلص فهو صمام الأمان للمجتمع الذي يتواجد به هذا الحديث الودي والواقعي والذي يؤمن بقدرة العنصر البحريني جاء في مختلف اللقاءات التي يقوم بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مع الأهالي ولا يفوتنا هنا أن نجدد الشكر والامتنان لكل جهد مخلص يضع الواجب الوطني نصب العين والذي يمثل في تقديرنا صمام الأمان وركيزة الاستغرار للمجتمعنا المتسلح بثوابته الوطنية وقيمها الأصيلة التي ترتقي بأداءه وتجعل كما عرفناه متأهبا ومستعدا ومتيقظا على خطوط الحماية لسلامة الوطن ووحدة صفة منطلقات وطنية ثابتة دائما ما يؤكد عليها أبناء مملكة البحرين في مختلف المهام التي يطلعون بها وعند الحديث عن المهام الوطنية نذكر أبرزها وأقربها زمنيا وهي جائحة كورونا ففريق البحريني شكل كتلة قوية من كافة المؤسسات التي تكاتفت فأوفت بوعدها في حماية المجتمع من شر الوباء والتخفيف من كافة الجوانب التي ارتبطت بالجائحة وسابق الجائحة العديد من المهام والتحديات التي أثبت فيها أبناء البحرين وقوفهم في صف واحد لا يتزعزع تحقيقا للرؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وذلك في مهام الواجب الوطني سواء في القطاع العسكري والعمال الإغاثية ومختلف المهام في مختلف القطاعات التي تجعل من الواجب المقدم محل ثناء وتقدير من قبل عهل المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن كافة أبناء البحرين الأوفياء